السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم في الأجندة خلال أربعة عقود مضت من عمر اليمن تغيرت أمور كثيرة في البناء الثكافية والأخلاكية والاجتماعية تغيرت من الأحسن إلى الأسوأ في كثير من جوانبها والجيل الذي شهد فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي يدرك معنا هذا الكلام جيدا يدرك حجم الانهيار الذي أصاب القطاعات المختلفة في اليمن ويبدو أن عملية الانحدار هذه لم تكتصر على اليمن وحدها فقد جرى لبعض المجتمعات العربية أو أكثرها ما جرى لنا في اليمن لكن مع فارق كبير في حجم الانحدار وقوته فقد كان الانحدار والتراجع في اليمن ومصر أكبر من غيرهما بكثير والدكائق القادمة هي سياحة في هذا الموضوع فكونوا معنا من الأسئلة التي شغلت بال فلاسفة التاريخ سؤال يقول هل يسير التاريخ في خط عمودي اتجاه التقدم إلى الأمام بصورة ثابتة أم أنه يسير في خط بندولي مرة إلى الأمام ومرة إلى الخلف مثل بندول الساعة أم أنه يسير في خط دائري يبدأ من نقطة ثم يعود إلى نفس النقطة بعد فترة من الزمن يعني ببساطة اليوم المجتمعات البشرية في حالة تقدم بعد أن كانت في حالة تخلف فهل يمكن أن تنتكس البشرية وتعود إلى ما كانت عليه قبل مئات السنين أو عشرات السنين وكأن شيئا لم يكن؟ تذكرت هذا السؤال أثناء مطالعته لكتاب بعنوان نظام التفاهة الذي ألفه أستاذ الفلسفة الكندي ألان دونو صدر قبل ثلاث سنوات فقط الفكرة المحورية للكتاب كما قالت المترجمة هو أن البشرية تعيش اليوم مرحلة تاريخية غير مسبوقة يسود فيها نظام أدى تدريجيا إلى سيادة التافهين على جميع مفاصل الدولة الحديثة هذا الكلام يتكلم في أوروبا فما بالك عندنا كيف ورصد الكاتب بعض مظاهر هذه التفاهة في العالم مثل تدهور مستوى الجودة في منتجاتنا المادية ومنتجاتنا الفنية والمنتجاتنا الفكرية وتراجع الأداء رفيع المستوى في نشاطاتنا كلها وتهميش منظومات القيم الفنية والأخلاقية وبروز الأذواك المنحطة واستبعاد أصحاب الكفاءة لصالح أصحاب الولاء وخلو الساحة من التحدي الذي يستثير أجمل ما فينا وغير ذلك من المظاهر التي أدت إلى سيادة شريحة كاملة من التافهين والجهلة وذوي البساطة الفكرية وكل ذلك كما يقول ألان دونو لخدمة أغراض السوق في نهاية المطار يعني خدمة أصحاب رأس المال وهي نفس الشكوى التي كان يشكوها من قبل بصوت عالي المفكر الفرنسي الذي اعتنق الإسلام في الثمانينيات روجي جارودي روجي كان يقول أن أوروبا قد تخلت عن إله السماء لصالح إله السوق فالسوق هو معبودها الدولار هو معبودها الجديد الذي سيصيبها بالتحلل التدريجي إلى أن تسقط كلام مفكر فرنسي كبير والحقيقة أن كلام هذا المفكر الكندي اللي هو ألان دونو هو اعتراف بما كان يحذر منه بعض فلاسفة أوروبا ومفكريها ومفكروها منذ بداية الثورة الصناعية في أوروبا إلى منتصف الكرن العشرين على الأقل خلال هذه الفترة خرج كثير من المفكرين والفلاسفة يحذرون من انهيار أوروبا عن طريق التحلل بسبب القيم التي تتبناها من هؤلاء الكاتب الأمريكي الشهير وولد جورانت وولد جورانت صاحب موسوعة قصة الحضارة أكبر موسوعة تاريخية في العالم عن الحضارة يعني شخص صاحب خبرة كبيرة وعقل كبير هذا الرجل كان كثير الحديث عن مظاهر التغير التي جرت للمجتمع الأوروبي بعد الثورة الصناعية وبعد الثورة العلمية وكأنه كان يتنبأ بسقوط هذه المجتمعات في نهاية المطاف وإن تأخرت كليلا عن طريق التحلل البطيء مع أن الظاهر يقول أنها ستستمر في التقدم بفضل العلم ويبدو أننا نشهد بداية أفول المجتمعات الأوروبية وأفول العصر الذي ألها العلم وعبد رأس المال لكن الأمر سيأخذ وقتاً أطول لأنه يقاس بعمر الأجيال لا بعمر الأفراد نقول هذا لكي نفهم اللحظة التاريخية التي نمر بها الآن على مستوى العالم لأن النظر الكلية والتفاصيل الشاملة للأمور تساعدنا في فهم التفاصيل اليومية التفاصيل التي نمر بها أو تمر بنا ونظن أنها منفصلة ومستكلة بذاتها ولا ندرك أبعادها الكلية التي قد تكون لها دلالة خطيرة الأبعاد الكلية هي التي عن طريقها تعرف مصير المجتمع وإلى أين هو ذاهب أما التفاصيل اليومية فلا تستطيع أن تعرف منها إلا يعني في حدود مسافة قصيرة من الزمن ومسافة قصيرة من المكان كتاب نظام التفاهة ذكرني بكتاب عربي آخر بعنوان ماذا حدث للمصريين ألفه المفكر المصري جلال أمين رصد جلال أمين في هذا الكتاب بصورة الشيقة بلغة الشيقة تحولات المجتمع المصري والتغيرات التي مر بها خلال خمسين سنة ماضية رصدها كأنك بتشوفها وهي تحولات عميقة كل شيء رأسا على عكب اللي يعرف مصر الأربعينيات ويشوفها اليوم كأنه فيه انكلاب فعلا رأسا على عكب لكنها كانت في معظمها تغيرات من الأحسن إلى الأسوأ فيه جوانب كانت جيدة اتساع دائرة العلم وانتشار في المجتمع وإلى آخر لكن بقية الأمور والقيم كانت في الغالب إلى الأسوأ وكأن التاريخ كما قلنا قد يرجع إلى الوراء مرة أخرى وصف جلال أمين التغير الذي طرع على مركز المرأة المصرية راكبه ورصد خلال ثلاثة أجيال وأربعة أجيال ورصد التغير في مجال اللغة عند المصريين كيف كانت وكيف أصبحت في مجال الموسيقى في مجال الغناء والسينما في مجال التعصب الديني في مجال التغريب إلى طريقة المصريين في الاحتفال بالزواج كيف كان يحتفلوا في الاربعين ثم في السبعينة كيف ثم الآن كيف حتى رصد موضوع التصيف كيف كان يصيفه وكيف أصبحوا يصيفه اليوم وخلال الفترة الزمنية هذه كيف حصل التحول يعني في الاهتمام بالمصائف وثقافة التصيف يعني وإلى غير ذلك إلى موقف المصري من الهجرة وموقف من الوظيفة والسيارة الخاصة وإلى آخره وبالفعل من يقارن بين مصر الخمسينيات مثلا ومصر اليوم يجد فارق كبير جدا لصالح الخمسينيات ممكن تقيسة أنت من خلال أفلام الستينيات والخمسينيات الأبيض والأسود وتقيسة اليوم أفلام اليوم يعني وحسين شاكوش وجماعة عنب 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 في فارق كبير في الذوق في الأناكة الاجتماعية مش بس أناكة المظهر الأناكة الاجتماعية في كل شيء في الثقافة النخبة البصرية كلها وجدت في فترة معين النخبة المصرية الممتازة في كل شيء من مثقفين إلى كراء قرآن إلى فنانين إلى مسرحيين وجدت في عصر واحد وبعدين بدأت تنحسر روايدا روايدا وما حدث في مصر حدث لنا نحن اليمنين أيضا لكن للأسف ليس لدينا دراسات ترصد هذا التراجع والتغير بصورة وافية وسلسة وعميكة كما فعل مثلا ألان دونو أو جلال أمين وليس لدينا أيضا أعمال فنية مسلسلات سينما يمكن أن ترصد هذه التحولات كما فعل أسامة أنور عكاشة في مسلسل الليالي الحلمية مثلا ليالي الحلمية المصري من ثلاثة أجزاء هذا رصد التغيرات التي جرت على ثلاثة أجيال في مصر من أيام الملكية إلى أيام ما بعد الثورة حيث استطاع هذا المسلسل أن يجسد التغيرات الطفيفة التي حدثت لثلاثة أجيال مصرية وهو من العلامات البارزة في الأعمال الفنية المصرية مسلسل ليالي الحلمية من الأعمال البارزة في تاريخ التلفزيون المصري الدراما المصرية صور لنا فيها تحولات الذوق والفن والثقافة والعادات والقيم وأعتقد أن الذي ألهم عكاشا لهذه الثلاثية هو نجيب محفوظ في ثلاثية نجيب محفوظ الرواية المعروفة السكرية وبين القصرين وقصر الشوق كان نجيب محفوظ قد كتب ثلاث روايات تحكي قصة عائلة واحدة في ثلاثة أجيال ويسمى هذا النوع من الروايات بروايات الأجيال يسموها هناك من الروايين العرب من ألف لأربع أجيال ومنهم من ألف لخمسة أجيال الشاهد أنه ليس لدينا نحن اليمنيين لا أعمال فنية ولا أعمال أدبية ولا أعمال بحثية منشورة ترصد التطور أو بالأصح الانهيار الذي حدث لليمنيين خلال أربعين سنة مضت على الأقل يعني من عمر الثورة مع أنه لدينا نحن اليمنيين ما يستحق أن يروى لدينا قصتنا الخاصة أو مأساةنا الخاصة سميها ما شيء الذين عاشوا فترة السبعينيات والثمانينيات من اليمنيين في شمال اليمن على الأقل أنه هذا الشيء الذي يمكن أن يتكلم عنه لأنه كان تحت نظري الذين عاشوا هذه الفترة يعرفون جيداً كيف حدث التغير والانهيار على كافة المستويات ابتداءاً من حقد التسعينيات من بعد الوحدة مباشرة من بعد الحرب حرب الخليج تحديداً ويتذكرون هذا الجيل يتذكر هذه الفترة بحنين وبأسف لأنها كانت فترة جميلة والسعيدة كانت فترة ذهبية بالفعل السبعينات والثمانينات كنا نتمنى لو أن لدينا أعمال فنية ترصد هذا التحول كيف تغيرت أخلاق اليمنيين أو أخلاق اليمنيين كيف تغيرت ثقافتهم وقيامهم كيف تغيرت أدواقهم كيف تغيرت نظرتهم للحياة ولبعضهم بعضاً ولغيرهم والأهم من هذا لماذا تغيروا كل هذا التغير إلى الأسوأ بالطبع لماذا ما هي الأسباب كنت أتمنى لو أننا نراكب تغيرات تغيراتنا الاجتماعية يعني إحنا نراكبها على مدى عقود ونبني على النتائج هذا الكلام كان المفروض للسياسيين للأحزاب يعني كان المفروض يبنوا عليها كرارات واستراتيجيات نبني على النتائج سياسات وأفكار سواء للمثقفين أو للأحزاب السياسية التي جعلت التقدم الإيجابي هدفاً لها إذا كان عندنا أحزاب تفكر في نهضة بلد وتقدمها طبعاً يكون هذا الكلام غامض لبعض المشاهدين بسبب اللغة التجريدية التي استعملناها وأحكد يكون كلام مثالي في ظل هذه الظروف التي نحن فيها لكن معالش لازم نقول لكلام هذا لذلك علشان نبسط لازم نضرب بعض الأمثلة على مظاهر الانحدار الذي حصل في اليمن خلال الأربعين عاماً الماضية في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية وغيرها أكثر مجال ممكن يظهر فيه التغير موضوح هو مجال الفنون الموسيقى التمثيل البرامج التلفزيونية وما شابه ذلك وقد أجرينا مقارنة بسيطة بين فن الغناء والموسيقى اليمني في عقد السبعينيات وثمانينيات من الكرن الماضي وفن الغناء في الثلاثين سنة الأخيرة هذه لو سوينا مقارنة سنلاحظ الفرق الكبير بين المستويات لصالح جيل السبعينيات والثمانينيات سواء على مستوى جودة القصيدة المغنى التي يغنيها الفنان أو على مستوى جودة اللحن الذي يبدعه أو على مستوى كارزما الفنان وحضوره في السبعينيات ظهرت نخبة من الفنانين اليمنيين أصحاب مواهب في التلحين أصحاب شخصية أصحاب بصمة خاصة في الغناء كل واحد منهم كان له مذهب خاص في الغناء والتلحين تستطيع تمييزه عن غير ببساطة تقدر تقول هذا لحن حالي الأنسي هذا لحن أيض طارش هذا لحن السنيدار هذا لحن الحارفي هذا لحن إلى آخر بسهولة حتى لو غناه واحد ثاني غيرهم تقدر تميز المذهب وهذا هو الذي بيسمه في الفن الفن الأصيل في النقد سموه الفن الأصيل أصيل لماذا؟ لأنه غير مقلد ينبع من ذات الفنان ومن بيئته الثقافية ولأنه فن أصيل ظلت أغاني هذا الجيل الباكية اللي اليوم يرددها الجميع بما فيهم الفنانون الجدد في الثلاثين سنة الماضية الأخيرة وأصبحت أغانيهم علامات ثقافية هذول الفنانين حق السبعينات وثمانينات يعني إذا حبيت تسمع أغنية عن العيد مثلا لم تجد أجمل أغنية علي الأنسي أنا استناي عيد أو أغنية محمد الحرازي عيدك مبارك اللي سواها تقريبا في الثمانينات هو من جيل القديم وإذا حبيت أن تسمع أغنية عن الوطن لن تجد أجمل من أغاني أي الطارش أو أغاني أبو بكر التي لحنها أحمد فتحي ثمانينيات وفي الأغنية العاطفية ستجد أغاني محمد صعد عبدالله السنيدار الحارثي وما شابه ذلك هذه هي التي تتردد على ألسنة الناس معظم الوقت ما زالت الإذاعة والتلفزيون اليمني يعتاشان على تراث هذه النخبة من الفنانين لليوم في حين أن الأجيال الجديدة من الفنانين المطربين لم يتركوا تراثا مميزا حتى الآن يعني في علامات بسيطة كذا بيسوها بعض الشباب يعني حتى لا نظلمهم ليه شباب بيقدموا شيء عندهم حس بس ما عندهم شعومك إذن هناك تراجع وانحدار في مستوى الفن حصل خلال الثلاثين سنة الأخيرة التي حكم فيها علي صالح تعالوا على مستوى القيم هذا كان على مستوى الفن على مستوى القيم الثقافية ما الذي حدث فيها خلال الثلاثين سنة الماضية طبعا التفاصيل مش هنقدر نقول تفاصيل في تقائق معدودة مثل تقائق الحلقة من المعروف أن بنية الثقافة أي ثقافة مكونا من ثلاثة مكونات أساسية من ضمن هذه المكونات مكونا القيمة الوجدانية مكونا القيمة الوجدانية أو بعدين عندك مكونا القيمة الثقافية والعلمية الشخص منه يولد في أسرة وفي مجتمع وفي وطن وتتشكل لديه قيم وجدانية تربطت بالأسرة تربطت بالمجتمع تربطت بالوطن في حالة انتماء كذا وحب وتعلق كل ما كان ارتباطك الوجداني بأسرتك وبمجتمعك وبوطنك أكوى دل هذا على أن الأمور تصير بشكل جيد في بلدك وأن منظومتها الثقافية بخير أما إذا شعرت بأن ارتباطك الوجداني العاطفي بأسرتك أو بمجتمعك أو بوطنك ضعيف فهذا يعني أنه وطنك ليس على ما يرام والآن نسأل أنفسنا هل تغيرت القيمة المجدانية من الثمانينيات إلى اليوم بالنسبة لليمنيين هل أصبح اليمني أكثر ارتباطا بأسرته أكثر ارتباطا بوطنه أم أكل ارتباطا هل شعور بالولاء أعلى أم أكل هل استعداد للتفحية بهذه الأمور أكل أم أعلى بوطن بمجتمع بأسرته هل استعداد للعمل ضد مصالح بلدا لصالح دول أجنبية أعلى أم أقل من الواضح أن الإجابة السلبية وأن القيمة الوجدانية في المجتمع اليمني كانت تراجعة تراجعا كبيرا خلال الثلاثين سنة الماضية وأصبح اليمني يبيع بلاده بربطة قات أحيانا وأحيانا يتخلى عندي نوع على طريقة هاني بن بريك من أجل بريك السلطة والأضواء في شهور معدودة متع حصية الدنيوية ممكن الواحد يتخلى عنها من يتصور أنه سلفية يتخلى عن عن الدين بهذه السرعة أحيانا يمكن أن نرصد تحولات الثقافة من خلال أو تحولات الثقافة من خلال أشياء بسيطة لا تلفت النظر يعني مثلا بناء الأسوار وأطوالها هذه ممكن تكون علامة على تحولات وتغيرات في المجتمع لاحظنا أن الناس في السبعينيات والثمانينيات كانوا يبنون أسوار كثيرة حول بيوتهم وحول المؤسسات كنت إذا مشيت مثلا بجانب كلية الأداب في صنعها تستطيع أن ترى حديقتها بوضوح من الشارع لأن السور كان واطي أكلم من مستوى كامتك وابتداء من التسعينيات تكريبا بدأت الأسوار ترتفع في البيوت في المؤسسات الحكومية وغيري بشكل ملحوظ وخصوصا حول الفلال الجديد للطبقة الأورستقراطية الجديدة التي نشأت وولد معظمها في ظل فساد النظام السابق وارتفاع الأسوار له دلالة ثكافية ودلالة أخلاكية من دلالاته الثكافية أن الناس صاروا يحبون الخصوصية أكثر صاروا يجرحهم النظر وأصبحوا لا يثكون في بعضهم بعضا كما كان الحال زمان ومن دلالاته أيضا أن أخلاك المجتمع كانت انحضرت بدليل أن الشخص لم يعد يشعر بالأمان من الآخرين ويريد أن يحجب عنهم أهله ومنتلكاته وإلى آخره القيام الأخلاقية أيضا تغيرت بشكل واضح كان مجتمعنا في السبعينيات وفي الثمانينيات أكثر براءة وأكثر صلاحا من المجتمع الراهن اليوم لدينا مجتمع مسموم بالأحقاد بالذات الأحقاد ومسموم بالأفكار الشاذ نسبة الجريمة فيه اتسعت بشكل كبير في حين كان ينبغي أن يتراجع أن تتراجع هذه النسبة بسبب اتساع دائرة المتعلمين في المجتمع الروابط الاجتماعية العلاقات الاجتماعية صارت مفككة بشكل خطير العلاقة بين الجيران ساعت العلاقة بين الشيخ وقبيلة الساعت العلاقة بين التلميذ ومعلم الساعت لكن الحقيقة أن بعض التغيرات كانت منطقية أيضا وطبيعية بحكم التطور الطبيعي للمجتمعات إلا أننا نركز على التحولات السلبية التي طرأت على المجتمع اليمني بسبب فساد النظام السياسي أكثر من غيره لأن النظام السياسي هو بوابة الفساد الكبرى من مظاهر التغير التي حصلت في المجتمع اليمني ظهور طبكة اجتماعية جديدة من الأثرياء في عقدة التسعينيات بشكل واضح فجأة كذا ظهرت بقوة وقد كانوا في الثمانينة والسبعينة الناس كلهم متساوين والفرق بينهم بسيطة فجأة ظهرت طبكة غنية كذا وغنى فاحش وفوارك فجوة واسعة بعضهم بطريقة مشروعة وبعضهم بطريقة غير مشروعة كانت الفجوة بين هذه الطبقة وبين بقية الطبقات تتسع ببطء إلى أن أصبح لدينا مجتمعين في اليمن مجتمع الأثرياء ومجتمع الفقراء مجتمع أصحاب السلطة الأثرياء ومجتمع الفقراء ومتوسطية الدخل وكنا أن نلاحظ هذه التغيرات في وقتها بهدوم ونعتقد أن المجهود الشخصي والحظ هو الذي ساعد هؤلاء لم نكن نفهم حينها دور الفساد السياسي في تشكيل هذه الطبقات ولا دور في إعاكة بقية الطبقات الأخرى عن النمو الطبيعي بما يحسن مستوى حياتها كان في فساد هو الذي سوى هذه الفجوة وخلى ناس يتقدموا بسرعة وناس يتأخروا فساد سياسي كبير لاحظ المفكر المصري جلال أمين في هذه الظاهرة في مصر وأشار إليها في كتابه المذكور ماذا حدث للمصريين وسمها الازدواجية الحادة والانكسام الطبق الحاد تجد عاصمة مزدحمة بالسكان شوارعها ضيقة وغير حديثة تمشي فيها سيارات فاخرة فاخرة جدا إلى جوار كبير من الحفاة الجوعة الذين لا يمتلكون قوتة يومهم وأحيانا إلى جوار قطيع من الغنم شوف السيارة الفارهة آخر موديل ماشية مع قطيع غنم في نفس العاصمة في نفس الشارع قطيع غنم جاء به صاحبه من الكرية للبحث عن فرصة أفضل للغنم وهذا من عجائب مدينة صنعاء في الثلاثين سنة الماضية كنا بالفعل نجد العديد من رعاة الغنم يشرحون بها في شوارع العاصمة بين صنديكا الكمامة وكأن الريف اليابني كد أصبح فقيرا إلى درجة أن الغنم نفسها لم تعد تجد فيه ما تأكله إلى هذه الدرجة ما كان يحذر منه المفكرون والفلاسفة الأوروبيون قبل مئة سنة وقع في العقود الأخيرة اليوم أوروبا تبدو أكل عظمة أكل قدرة مما كانت عليك قبل خمسين سنة على سبيل المثال وطاعون كورونا كشف أنها أصبحت قرع جز بالفعل والسبب فيما يبدو هو نظام التفاهة الذي سيطر عليها حسب تعبير على ندونو الكندي إذا سيطر نظام التفاهة على مجتمع فإن القوى الحيوية في المجتمع تتراجع وتحل محلها القوى الوظيفية من أنصاف الموهوبين أرباع الموهوبين ضعاف الفكر إذا كان هذا الوصف يستق على أوروبا فكيف ستوصف مجتمعاتنا العربية يا ترى الحقيقة أننا عالقون في الوحل لا يوجد تعبير ألطف من هذا لوصف واقعنا العربي بشكل عام واليمني على وجه الخصوص كيف سقطنا في الوحل هذه قصة طويلة ومعروفة قصة شاركة في بطولتها إلى جوار النظام السياسي النخبة الحاكمة السياسية المعارضة حتى حزاب المعارضة والتيار المعارضة في الوطن العربي شارك في هذه القصة الحزينة المأساوية سألني شاب قبل أيام يعني لماذا فشلت جماعة الأخوان المسلمين في تحقيق أهدافها طوال ثمانين سنة مضت باعتبارها أبرز جماعة في تيار التغيير يعني أجبته لأنها وقعت تحت سيطرة نظام التفاه حينما تكون الأهمية في الجماعة لصاحب الولاء لا لصاحب الخبرة والكفاءة فأنت في نظام التفاه حين توجه شبابك للتخصصات للتخصص في المجالات العلمية التجريبية مثل الطب والهندسة وما شبه ذلك فقط وتستهين بالمجالات الأدبية والفلسفية وتستهين بالعلوم الإنسانية فأنت محكم بنظام التفاه وهذا ما كانت تفعله الجماعة يلا كلكم أطبة حين تكرر سياستك ومواكفك على ضوء ما يأتيك من تكارير إخبارية واستخبارية عبر أعضاء الجماعة لا عبر مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية حين يحصل ذلك فأنت محكم بنظام التفاهة وهذا ما كان يحدث بالجماعة حين تخاطب الناس بتراث من الروايات والأفكار لا تعرف قيمتها العلمية ولم تكلف أحداً بفحصها ومراجعتها على ضوء مناهج العلم الحديث وحدواته الدقيقة فأنت في نظام التفاهة فإذا كان هذا هو حال أبرز تيار سياسي معارض يعول عليه الناس في التغيير فكيف سيكون حال الأنظمة الحاكمة النفسة يروي أحد شباب الإخوان اليمنيين يروي قصة صديق يعني قال بيروي قصة لها دلالة بيكلمها تكشف إلى أي مدى كانت جماعة الإخوان في مصر غائبة عن الوعي خلال العقود الأربعين الماضية غائبة قال كنا مجموعة من الشباب الإخوان في الزيارة السياحية لمصر ومعنا شخصية سياسية معروفة وخطرت لنا فكرة أن نزور مقر الجماعة ومرشدها وبالفعل تمكننا من الوصول إليه قال جلسنا مع المرشد ودار بيننا حوار خرجنا من بعده ونحن نتساءل هل هذا فعلا مرشد الجماعة أم البواب سألت لماذا قال لأن الرجل لا يعرف ما يدور حوله يعني تصور يقول لنا أخوف ما أخاف على اليمن من الاشتراكية الاشتراكين اللي في الجنوب فقال الشباب قالوا له ما معناه يعني صح النوم يا أستاذ جنوب اليمن قدوا سلفي ما عادوا الشتراكي يعني الرجل لم يحدث معلومات من السبعينيات أو الثمانيينيات حول اليمن من عقود معذور لأنه كان بعضا عمرك ينقضاه في السجون يعني رجل هذا يعني إذا حبينا نكيم على المستوى القيم والأخلاك هو رجل فاضل مجاهد ناظل ورجل شريف لكن على مستوى للسياسة هذا رجل لا يصلح لقيادة الجماعة الجماعة غير معذورة لأنها جعلت تضحية أعضائها معيارا للأكدبية فيها كلما كان سجنك أطول كنت مؤهل تأخذ الجماعة أكثر تكلم كلما كان رصيدك من سنوات السجن أكبر كان مقامك في الحركة أكبر لأن المفروض العكس لأنه اللي يقضى عمرك في السجن غاب عن المجتمع وغاب عن الوعي وغاب عن التفاصيل ولم يعد وعيا بما فيه الكفاية بما يصلح وما لا يصلح لم يرسوا التطورات المجتمع بتقضي عشرين سنوات في السجن وجدوا كلها أقود جماعة تريد أن تغير المجتمع ما هذا الكلام تبت خالف قوانين الله وهذه هي معايير نظام التفاهة لا معايير العلم وكان لابد أن تنتهي الجماعة هذه النهاية المكللة بالفشل والعار مهما حاولوا تبرر فشلها بنظرية المؤامرة الجماعة محتقلين مش قادرين يعترفوا بأي شيء المصير طبيعي أنه يكون هذه النهاية المساوية أخيرا حتى لا نصاب بالإحباط أقول إنه على الرغم من أن اليمنيين في هذه الفترة قد وصلوا إلى القاع قاع الانهيار على كافة المستويات إلا أن المستقبل سيكون مختلفا من نسبة لليمنيين إذا تخلصنا فقط من العصابة الحاكمة في صنعه فقط لماذا هذا التفاول لسببين من وجهة نظري الأول وجود شريحة كبيرة من فئة الشباب لديها إمكانات وطموحات كفيلة بنهوض اليمن خلال عقدين من الزمن هذا الجيل من الشباب الموجود الآن الواعي هذا ممكن يكون قاطرة تقود اليمن إلى أفضل مستوى هذا سبب موجودين الآن معظمهم خارج اليمن والسبب الآخر في اعتقادي هو أن النظام السياسي البديل للحوثي في اليمن لن يكون بمستوى تفاهة النظام علي عبدالله الصالح ولا بمستوى السوء الحوثي حتى لو بدأ في السنوات الأولى رخوا في السنوات العشر الأولى لو بدأ النظام رخوا مش مشكلة لأن شروط الحياة تغيرت ولن تتكرر الفرص الحاكم مثل علي عبدالله الصالح خلص ما عدد ممكنش تتكرر الفرص اللي حاكم مثل علي عبدالله الصالح بشرط أنه نتخلص من هذه الأصابة الطغوتية البائسة التي هي عبارة عن لعنة وعقوبة إلهية إذا خلصنا منها كل شيء سيكون جيد ولم يعد المجتمع اليمني بسذاجة الأجيال التي ظهرت فيها فيها علي عبدالله الصالح اللي ظهر فيها علي عبدالله الصالح خلص الأجيال الآن أصبحت وعية اليوم الأجيال والتبداد والفساد وليس بيننا وبين المستقبل سوى هذه الأصابة البدائية العنصرية الكهنوتية المستبدة التي اختطفت الدولة والمجتمع بقوة السلاح إذا تمكن اليمنيون من إزاحتها فسيكافئهم الله بما يستحقون على صبرهم وجهادهم وإن فشلوا في إزاحتها فقد كافأهم الله بها على تقصيرهم وخذلانهم للحق من قبل والنتيجة هي التي ستكشف ما إذا كنا نستحق حياة كريمة في المستقبل أو حياة ظنك وما كان ربك بظلام للعبيد وصلنا لختم الحلقة نشكر متابعتكم ونلقاكم في الأسبوع الكعدم في أمان الله